اهلا بكم كتير جدا بحتاج ان انا اكشف على اسلاك فبحتاج البازر او الصفارة بتاعة الافو ميتر علشان تبتدي تديني مقاومة او تديني لو البطارية تمام هتديني صفارة طيب واحيانا كتير جدا بحتاج ان هي تفضل مفتوحة جنبي وانا شغال كتير بمدة كبيرة جدا فطبعا لو انا احتاجت الموضوع ده الافو مش هيسعفني لان البطارية هتفضل وهو اه شغال نص ساعة جنبي او حاجة وكل شوية تضطر تقفل وتفتحه كمان مش كل الناس عندها دايرة البازر دي وناس كتير جدا وانا شغال بيقولولي ان هما ما عندهمش افو ميتر فيعملوا ايه علشان يبع عندهم الدايرة البسيطة بتاعة الصفارة دي فخلينا نعملها مع بعض وكمان مش هنشتري حاجة ده احنا هنعملها من اي بوائي ريموت قديم ماوس بتاعك ده هنعرف نعملها لوحدنا حتى لو كان من لعبة اطفال قديمة ومكسورة ممكن نعمل هذه الدايرة بكل بساطة خلينا نشوف هنستخدم ايه من الخردة اللي عندنا وفي نفس الوقت هنعملها ازاي يلا بينا اول حاجة هجيب ده كده هو بوائي ريموتات او بوائي ماوسات او اي ان كان هاخد منهم الليد اللي بيبقى موجود في الماوس بيبقى شكله كده اغلب الليدات بتبقى لونها ابيض شفاف ولكن في بعض الماوسات بيكون فيها اكتر من لد لد بالوان يعني لد ازرق لد احمر لد اخضر اصفر وهكذا فالافضل ان انا اشتغل بلد احمر او بلد اصفر وكمان ممكن نلاقيها في بعض الاجهزة او لعب الاطفال اللي بايزة ممكن اخد برضو هذا الليد منها طيب الحاجة التانية ان انا ممكن انزل اشتري ده اسمه بازر او صفارة دي بخمسة جنيه لو ما لقيتهاش ممكن اخد اي دايرة صوت صغيرة من لعبة مكسورة لعبة دي ما بتاعة اطفال لكن دي هنلاقيها دي دي اسمها بازر او صفارة او كده الاتنين دول مع بعض هم اللي هعمل بيهم الدايرة بتاعتي بكل بساطة وبكل سهولة طيب ازاي يلا بينا هجيب سلك الماوس علشان يبقى يو اس بي عشان هعمل الدايرة دي باليو اس بي طبعا اقدر اعملها بالبطاريات لكن انا افضل ان هي تبقى باليو اس بي علشان ما تبقاش نفس المشكلة بتاعة اللي هي شغالة بطارية وكل شو هتفضأ وبتاع فانا هخليها باليو اس بي هجيب سلك اليو اس بي وطبعا بيبقى فيه اربع فرد هجربهم اجرب مين فيهم اللي بيينور لحد ما هلاقي الطبيعي انها هتلاقي اللحمر هو الموجب والسود هو السالب وفيه سلكين تانيين اللي هو اللابيض والاخدر انا بقصتهم مش عايزهم فهم دول الاتنين اللي شغلوا احطها في الشاحن وهنا بقى نخلي بالنا من حاجة ان البازر بيشتغل بخمسة فولت وطبعا الشاحن ده خمسة فولت شاحن موبايل عادي خالص فالبازر ده بيشتغل بخمسة فولت فانا اقدر اجربه لكن الليد مش ينفع تجربه دلوقتي لان لو جربته هيفرقع لانه ما بيشتغلش بخمسة فولت فالبازر هتلاقي فيه دايما فردة طويلة الفردة الطويلة دايما بتكون هي الموجب وفردة قصيرة لو ما كانش هتلاقي على طول مكتوب عليه هنا هو هتلاقي فيه بلاصة هو يعني ده الموجب فانا اقدر ان انا اجربه تمام طيب الليد لو انا جربته هيتفرقع دلوقتي فانا مش هجربه الى ما اركبه على البزر هتلاقي الليد ده برضو اه لو انت شاريه هتلاقي ليه برضو اه فردة خلينا نعمل كده هتلاقي الليد ده فردة طويلة هادي الموجب وفردة سيارة هادي السالب طب لو انا مش شاريه لو انا خلعه من ريموت او خلعه من اه ماوس الفردتين هيبقى قد بعض هتبص جوه الليد هتلاقي فيه صفحتين او شاريحتين الشريحة الكبيرة دي السالب والشريحة الصغيرة هي الموجب فانا هعمل ايه هوصل الموجب بالسالب يعني هوصل الشريحة اللي جوه دي الكبيرة اللي هي السالب بالبنزايا الكبيرة دي اللي هي الموجب اوصلهم مع بعض او الحمهم ايان كان او حتى اربط ديب سلك واربطها هنا هون المهم ان هما يكونوا هما الاتنين زي الفل مع بعض انا هلحمهم وارجع لكم كده انا لحمتهم في بعض اهو هاجي بقى هنا اهو وادى طرف سلك وهنا ادي طرف سلك وهنا كده وصلت سلكتين يمين وشمال وهنا هجيب قلم جاف يعني خلصان او حاجة. وهبتدي بسلاح او بقطر. من دول اللي هيبقوا البنزين او ما شابه. هجيب هنا مصامير. تكون رصها صغيرة شيشة. يعني تلاتة سنت اربعة سنتي خمسة سنتي مش فارق علشان دول اللي هسقطهم هنا هيطلعوا من هنا وهسبتهم بالسبرج بس بعد ما اركب السلك بتاعهم. هجيب عندي طرف السلك ده وعمل حاجة. اربطوا في المصمار اللي قلنا عليها. كويس وبعد كده هلحبوا طبعا في الاخر. كده وهدخلوا في اهو كده. وبنقطة سوبرجلو من هنا او حاجة ممكن احشره او يعني احبت هنا نقطة سوبرجلو علشان يمسك بس. كده تمام. هنيجي بقى نعمل حاجة. اولا السلك ده عشان لو تشد هيه هيتقطع على طول السلك ده خفيف. فشريت لحام كده على طول. كده اضمن ان هو ما يتحركش من مكانه. طيب. ودي كده الابنزل واحدة. تمام. والنحة التانية. كده انا اقدر اه جس الاسلك ويدديني السفارة. طب هيدديني السفارة ازاي فين مصدر الطاقة اصلا. طيب. الدايرة دي كلها كده عبارة عن البزر او دايرة الصوت اللي في لعبة اي اه طفل كده تكون مكسورة او حاجة. واللداية يفضل تكون لدة حمرة لكن مش مشكلة الصفرة والحمرة قريبين من بعض ان هي الفولتية بتاعتها قليلة. البزر ده بيشتغل بخمسة فولت. والحمرة بتشتغل بوان بوينت ايت والصفرة دي بتشتغل بتقريبا تو بوينت تو بوينت وان. فانا مش عايز حاجة تاكل الصفارة. يعني مش عايز اركب لداية بيضة تقوم تاخد هي الخمسة فولت وتسيب الصفارة ملهاش صوت. تمام? لان اغلب الشغل ده هتعملوا مثلا في الظهر في دوشة خوالك في بتاع فانت عايز تسمع الصفارة. وكمان يبقى فيه نور علشان يعني تاخد بالك ان فيه صفارة ونور. طيب. اه اه دلوقتي اللي اتنين دول وصلتهم ببعض على التوالي السالب في الموجة بقى اي ان كان. وبعد كده واحدة راحت على بين واحدة راحت على بين ستانية. هنعمل ايه? هنفصل واحدة منهم. طب انت ليه اصلا عملت كده? انا هافصل دلوقتي من هنا. طب لانت ليه فصلت? علشان ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي نخليها تبقى. يا اما بالشاحن يا اما بالبطاريات لان مش دايما انت هتروح تجس اسلاك في منطقة فيها كهرباء. افرد انا عايز اروح شقة مثلا عايز اعرف فين الاسلاك بتاعتها او الاسلاك دي شغالة ازاي او بتاع بالبطاريات لان ما فيش كهرباء هناك او حاجة. فعشان كده انا عملت الحركة دي. دلوقتي انا هاقص السلك ده من هنا. كده. والطرفين دول هم اللي هياخدوا موجب وسالب الشاحن. ولازم يبقى الموجب في الموجب والسالب في السالب. يعني ما ينفعش اركبهم في اي اه اتجاه. لا لازم الموجب في الموجب والسالب في السالب. هنعرفهم من بسيطة. انت عندك لو ده سالب يبقى ده سالب البطارية. لو ده موجب يبقى ده موجب البطارية حسب انت مجمع ايه? اهو كده. انا عارف ان دي سالب وانعرف ان اللي في الشاحن هو السالب. انا اتفقنا على كده. فاركبهم مع بعض بطريقة كده بسيطة خالص. اهو. والنحية التانية هي اللي هتركب في الموجب. اهو كده. طيب بقى لو حابب انا كده كده هافصلهم في الفيديو اللي جاي علشان يعني هعمله اكسر اه اه مش اقول تعقيدا ولا حاجة بس اقول اه يكون ببطارية او بشاحن يا دايب ده. اه اعملهم كده بس مؤقتا طيب. انا دلوقتي. اهو. انا دلوقتي عايدة جس اي سلك اقدر ان انا اهو. تمام. يبقى انا دلوقتي لو جبت سلكة مسلا اه 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 كابل الباور ده بتاع كمبيوتر. عايز اعرف فوق شغال ولا لأ? المفروض ان هو بايز او فيه حتة بتلمس حتة مش بتلمس. اعرف منين? بسيطة. هتيجي هنا ويه تدخل دي في حتة. وتيجي هنا تلمس النحية التانية هنا. اه كده شغلت. تم تجرب بالنحية التانية. اهو كده. اه هي دي اللي بايزة. وبالتالي احنا نقدر من خلال الدايرة البسيطة دي. اهو. مفروض ان هنا تلمس. ما لمستش. يبقى الطرف ده جوه السلك ده هو اللي فاصل هو اللي فيه مشكلة. لكن الطرف التاني شغال. زي الفل. يبقى من خلال الدايرة البسيطة دي اقدر اعمل لنفسي كاشف لعطال الاسلك. اللي هي اسمها دايرة بازر. اللي موجودة في الافو ميتر ببسيطة. بطريقة بسيطة وبداية جدا جدا جدا. رب يكون الفيديو عجبكو حتى ملتقي في فيديو جديد. شكرا وسلام عليكم.